يعني بعض الشائعات وبعض الكلام اللي بيردد ان صلاح غير سعيد بقرار تعيين كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن وان صلاح ضد هذا القرار وان هو زعلان ان كابتن حسام وكابتن إبراهيم كانوا بيهاجموه في الفترة الأخيرة خلال يعني تحليلهم لمباريات البطولة وتعليقهم على مباريات البطولة والناس كانت فاكرة ان حتى لو صلاح راجع من إصابة ان الطبيعي الطبيعي ودي نقطة مهمة جدا ان هو كان يبقى عايز يعمل statement يعني statement عايز يأكد ان لا يا جماعنا ما عنديش مشكلة مع حد أنا موجود ده الطبيعي صح ولا لأ لسه المعسكر ناقص له يعني تقريبا 12-13 يوم والجواب ده جيه يعني كان ناقص 13-14 يوم على المعسكر هم تتكلم في أسبوعين فكت يعني الخطاب جيه صادم للناس كلها يعني أنا بقول لكم معنوماتين اتحاد الكرة مصدوم من الخطاب كابتن حسام وكابتن إبراهيم ما توقعوش مش مصدومين لكن ما توقعوش ان الخطاب ده يوصل في الوقت ده وفي التوقيت ده اللي بيتم فيه ترديد بعض الكلام ده لإن خلي بالكوا يا جماعة اوقعوا حد يقول لي ان ليفر بول بعت الجواب ده من ورا صلاح ده ده كلام كده أنا بقول لكم بقى كلام بتاع كورة عشان ايه محدش يوعد يردد لكم انا قلت لكم كل واحد ليه درويش فتلاقي الدرويش بتوعه كده ايه بيقولوا اي كلام بس عشان يثبته ان لقى الراجل بتاعنا ده راجل ملاك فيش حد فينا ملاك الجواب اللي مبعود بتاع ليفر بول ده ده جواب مبعود بدعم محمد صلاح وبموافقة محمد صلاح فلسه فيه وقت طويل يعني انا في رأيي ان كان لازم صلاح يستنى يشوف ان الاصابة بتاعته هتوصل لغاية فين يمكن يعني دايما لما يكون لعيب عنده النية بالتواجد في المعسكر بيعمل كل حاجة ان هو يتواجد في المعسكر يصبر لغاية اخر دقيقة ان انا في ماتش بتاع السيتي يوم عشرة النهاردة الايكو دي يعني جريدة او صحيفة موصوقة في ليفر بول وقريبة جدا من نادي ليفر بول دايما الايكو دي بياخدوا منها يعني الاخبار المؤكدة والصحيحة في نادي ليفر بول النهاردة الايكو بتقول ان صلاح بنسبة 100% هيكون جاهز للمشاركة في مبارات السيتي يوم عشرة يعني قبل المعسكر الجاي بتاع المنتخب لكن خلينا نقول خلينا نقول ان حتى صلاح مش هيشارك في ماتش السيتي مثلا او لسه صبته موجودة انا عايزة اعرف ايه المشكلة لو يعني اكيد صلاح حريص ان هو ما يزعلش الناس منه لا الاتحاد ولا الجهاز ولا الجمهور ولا الجماهير لان الجمهور كله بيحب محمد صلاح كل الناس بتحب محمد صلاح محمد صلاح ده لجنت اسطورة فالتصرف بالنسبة لي مش قادر افهمه ليه لان الطبيعي ان حتى لو صلاح ما شاركش في ماتش السيتي انه ييجي 24 ساعة اه معسكر دبي 48 ساعة كده كده ما فيش ماتشاط وفيه توقف دولي اه ييجي اه يه 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 يخلي الدكتور ابو العيلة يكشف عليه ويجي معاه تقرير طبي ويعمل اجتماع مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم ويتصور مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم ويبين للناس كلها انه ما فيش اي مشكلة وما فيش مانع انه هو يحضر اول مباراة يوم 22 امام نيوزولندا ودلوقتي يعني البرايفت جيتس يعني ايه رايحة جاية ما فيش ما فيش اي مشكلة بالنسبة للعيبة دي ما فيش اي مشكلة بالنسبة للعيبة دي فانا مش قادر افسر الخطاب بتاع ليفر بول يعني الحقيقة عادت افكر وانا والله بتكلم ومش عايز اتجنى على حد لان مش عايز اظلم حد حتى قدام ربنا مش عايز اظلم اظلم حد لكن عما انا افكر ليه يعني يعني اخطاب ملوش اي معنى اللي هو حتى من قبل ما تبعته الاسماء طب اهو صلاح اهو مش جاي مش عايزينه ييجي ليه 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 التعامل ده يعني حتى مع المنتخب ليه ليه ايه السبب هل صلاح وصل لمرحلة انه هو خلاص فاضى به الكيل من التواجد مع المنتخب المصري ده سؤال انا بسئله لان الخطاب ده ما بيؤكد ليش إلا معنى واحد لأن التاني أنا بقول لكم الخطاب ده ما بعود بعد موافقة محمد صلاح أنا راجل اللي عبته وشفته وعرفته وعارف إمتى الجوابات بتتبعت والجوابات اللي زي دي بتتبعت الزي ولكن هل فعلا محمد صلاح وصل به الحال معودة تفسيري الوحيد إن صلاح وصل به الحال إنه هو طالما أنتوا بقى هتشايلوني كل حاجة فأنا خلاص بقى أنا خلاص ما أفكوكم مني هل ممكن فعلا يكون صلاح وصل للحالة دي أنا بسأل أنا بتساءل أنا مش عارف أنا بحاول أفهم لأن أنا بحاول إن أنا يعني أوصل لحل للغز اللي جواه مخي لأن أنا عارف إن الطبيعي إن أنا تتلمى إن اللعيب حريص إنه هو يبقى موجود وإن فيه ناس بتقول وفيه قيلة وقالة وفيه الناس بتقول وأصل قاله وأصل حسامو إبراهيم وبتاع الطبيعي إن صلاح يستنى يدي لنفسه مهلة لغاية آخر فرصة يمكن أشارك في الستي حتى لو ما شاركتش أجي 48 ساعة أقعد مع حسامو إبراهيم أجيب تقرير طبي أقعد مع الدكتورة أبو العيلة أخد صورتين والدكتورة أبو العيلة بيتكلم معي وبيكشف علي وصورتين مع كابتن حسامو وكابتن إبراهيم وأرجع على أنجلترا معزز مكرم ويكمل شغلي حتى لو مش أشارك في المباريات ده لما بيكون اللعيب عنده النية إنه هو إيه إنه هو يحل لكن المعنى الوحيد بالنسبة لي بالنسبة لخطاب ليفر بول إنه صلاح فاض به الكلمة من التواجد مع المنتخب مصر إذا سمحتولي إن أنا أخرجها بهذا الشكل مش عايزة أقول كلام يعني أكتر ولكن صلاح زكي والناس اللي بتشتغل حواليه ناس أسكية وعارفين كويس قوي إن الخطاب ده هيعمل مشاكل